ميليشيات الحوث الانقلابية تهدد بقطع الاتصالات وخدمات الانترنت في اليمن بذريعة نفاذ كميات الوقود الخاصة بتشغيل منشآت الاتصالات التي تتحكم بها مركزيا تهديد الميليشيات الانقلابية جاء في سياق ردها على سعي الحكومة الشرعية لتفعيل آلية استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة وضمان عدم نهب الميليشيات لعائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات المستوردة مراقبون رأوا أن الميليشيات الحوثية ومن خلال تهديدها بوقف الاتصالات والانترنت تساوم الحكومة الشرعية للسماح باستئناف دخول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة دون شروط أملا في السيطرة على عائدتها وتسخيرها لمجهودها الحربي وللانفاق على شراء الأسلحة الإيرانية المهربة اتفاق سابق برعاية الأمم المتحدة قضى بتوريد عائدات رسوم شحنات الوقود المستوردة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين إلا أن الميليشيات نهبت المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى تعليق العمل بالاتفاق الحكومة أكدت في الوقت ذاته أن كمية الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين تكفي المستهلكين حتى نهاية أكتوبر المقبل وكشفت أنها تقدمت مؤخرا بمبادرة جديدة تضمنت السماحة بإدخال السفن المستوفية للشروط على أن تدع إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية أو من خلال آلية محددة تضمن عدم التصرف فيها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف لكن الميليشيات الانقلابية رفضت المبادرة